اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من بنامجكم بالمصر في حلقتنا الليلة سيكون لدينا فقرتان فقرتنا الاولى مع ضيف كريم وجه من نجوه مصر المشرقة خارج البلاد سوف يضع قصته الشخصية ضمن اطار موضوعي قصته الشخصية هي قصة نجاح في كندا لمهندس حصل على الدكتوراه في مجال تخصصه في الاجهزة الطبية والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال الاطار الاعام وكيف يمكن ان نستفيد من هذه الوجوه المشرقة المصرية بالخارج في توطين التكنولوجيا في بلادنا وهذه مهمة كبيرة بدأت فيها الدولة منذ عدة سنوات ولا زالت تواصل وصباح اليوم كان هناك افتتاح اقام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض خاص بتحويل السيارات ذات الوقود التقليدي الى الغاز وكان ضمن هذا المعرض توطين ايضا لتكنولوجيا هذا التحويل وشارك فيه عدد كبير من الشركات السيارات وايضا المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد بهذه الحلقة يكون ضيفنا الكريم في الستوديو ونراحب به الدكتور مهندس محمد الجبري الدكتور محمد مدير تنفيذي الان لأحدى الشركات الكندية سبق له ان تقلد عدة مناصب كما فهمت في شركات عالمية كبيرة سواء اوروبية او امريكية تخصص هندسيا في مجال الطب النووي والتصوير الجزئي والسيكلوترون لا اعرف ما هو بدقة لكن كما يقوم بمفاعلات النووية المستخدمة في المجال الطب اهلا بك دكتور محمد اهلا بحرارك دكتور محمد انا اسم محمد الجبري مهندس خركت من هندسة الطبية بجامعة القاهرة سابقة ده القسم الوحيد في مصر الهندسة الطبية هو الاول احنا كنا اول قسم في مصر اول قسم وانشئ في مجال التخصص لهندسة الطبية في مصر احنا حتى كنا دفعة 13 يعني كنا من الاوائل في التخصص ده في البل اشتغلت في اكتر من شركة ملتيناشنال منها جنرال اليكتريك ومنها سيمينز وفي الوقت الحالي عايش في كندا مع اسرتي ومسؤول عن شركة برضو في مجال خلما ام مهاجرا؟ اه مهاجرا 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 حاصل على الجنسية ولا لسه؟ اه المفروض ام امويلنج يعني ان انا اخدها بس لسه ما اخدتها شي انا مش مش هو الابجيكتف بالنسبة لي بنسبة لأسرتي ممكن يعني اوكي اخترت مؤخرا في 2019 كواحد من افضل ميد مدير تنفيذي على مستوى العالم وكرمني البرلمان الكندي وشرفته كده بكده طبعا طيب اه سموهم الانتربرينير في مجال الهيلسكير وتأثير الكنتروبيوشن في متهمات المتوضع في تطوير المنظومة الطبية على مستوى العالم في اكتر من شركة اجنبية وشرفت بلقاء سعد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 في الامارات الكلام ده كان ساعتها لكوني كنت اول واحد مصري وعربي وافريقي يتقلد منصب مسئول تنفيذي او مدير تنفيذي الشركة الصينية الشركة الصينية دي كانت شركة غير معلومة على المستوى الدولي وكان احد الشخصيات اللي اختيرت وده شرفتي برضو بكده ان انا بقى مسئول على الاوبريشن بتاعهم خارج الصين وقد كان والشركة دي دي الوقت بقت واحد اللاعبين الرئيسيين على مستوى العالم في مجال الهاي تكنولوجي دي المتخصصة في المجال الطبي وتحديدا يسموها الكابيتال ايكوربمت انا بقى يعني عايز اقرب شوية من التخصص وهدك جماعت بين ثلاث يعني اركام في العالم الولايات المتحدة وامريكا الشمالية سيمينس ألمانيا والصين تمام ايه توتين التكنولوجيا يعني ايه التكنولوجيا وارغاية الآن في زمن الكورونا لابد ان انا نربط الامور لبعضها ايه المهمة الرئيسية اللي اسمها التكنولوجيا الطبية تحديدا وايه التوتين يعني ما معنى كلمة التوتين في اطار تخصصك طيب خاليني علشان اكون اكثر دقة يعني احنا بنكلم التكنولوجيا ديه احد العوامل الرئيسية للتطور الاقتصادي في اي دولة يعني من الحاجات اللي بتقيس بيها النمو الاقتصادي الجزء الخاص بالأسس اللي في الدولة سواء مصانع أو منتجات أسس يعني أو خدمات زي الدول الكوبرا كده زي كندا أو الموارد الطبيعية والموارد البشرية وجزء الثالث هم ثلاثة عوامل جزء الثالث هي الموقع التكنولوجي للدولة اللي بيؤثر عليها اقتصاديا فمن هذا المنطلق التكنولوجيا هي أحد أعمدة الاقتصاد الرئيسي أي أن كان نوع الدولة أو أي أن كان جهة توجه الدولة في مجال الاقتصادي الجزء الخاص بالأجهزة الطبية هو الطب زي ما كل الناس عارفة دي مش حاجة جديدة ولا أنا اللي بداعيها يعني الطب والتعليم هو من أهم الحاجات الهامة في النمو الاقتصادي في أي دولة في العالم الجزء الخاص بالأجهزة الطبية تحديدا والتكنولوجي الخاصة بيها هي اللي بتتعامل مع الجسم البشري وبتحاول تطور المنظومة الطبية بحيث تخلي الحالة الصحية للمواطنين في أفضل حالة واللي بتساعد الدولة على حاجتين أولا تقدر تتصدر التكنولوجيا دي 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 ود المصدرة للتكنولوجيا وتقدر تقدم رعاية صحية أكثر جودة من خلال المو الاقتصادي اللي هتقدر تحصل عليه إحنا بقى فين من الكلام دي أعتقد ده موضوع اللي ممكن نتناقش فيه في الحلقة يعني خطوة خطوة كده لو حضرتك تحب نتناقش فيه يعني برضو عشان نفك الغموض فضل التكنولوجيا الطبية إحنا بنتكلم هنا عن الأجهزة التي يتم التعامل بيها مع المريض أثناء مرضه في مستشفات الأجهزة التي يتم بيها تحليل وتشخيص حالة المريض الأجهزة التعويضية يعني ماذا يعني ولا كل ده كل ده الأجهزة بتشمل كل ما يتعلق بالعلاج والتشخيص معنى معنى سأجهزة تشخيصية إذا محركت أفضلت كده أو أجهزة علاجية أو أجهزة تعويضية كل دول مع بعض بيمثلوا المنظومة الكاملة للهندسة الطبية مهندس محمد الجابري دكتور لاحقا تخرج من الهندسة القاهرة قسمة الهندسة الطبية وذهب إلى حيث ذهب في هذه الأركان التلاتة للعالم إيه الفجوة اللي بيننا وبين العالم في موضوع الأجهزة الطبية عشان نقدر نملاها تمام رؤيتي المتواضعة البسيطة في حاجة زي كده هي فكرة إن أنا أقيس بمعيار دولي أنا تقييمي لوضعي للبوزيشنين بتاعي أنا كدولة في تطويرنا في المنظومة الطبية أو الهندسة الطبية أنا مش عايز أعمم يعني وأخرج برا النطاق ده لكن بوجه نعم في الاقتصاد بوجه نعم إن أنا ببص للمنظور من منظور داخلي لكن أنا ما ببصش المعيار الانترناشنال الانترناشنال ستاندرس أنا لو قدرت أحط النفس معيار عشان أقيس أنا وضعي إيه بالنسبة للعالم أعتقد في الحالة دي هنقدر نحصل على التقدم والتطور للدول الأخرى إيه المعيار التي تخترحه؟ المعيار اللي أنا بقترحه إن أنا دايما لما باجي أقدم أي نوع من أنواع التطوير بالذات في الصناعات خليني أكون برضو محدد عشان الكلام يبقاش معمم في الصناعة الصناعة أنا مجا أقول أنه عندي صناعة أشوف الصناعة بتاعتدي الوضع بتاعي مقارنة بالمنتجات الشبيهة في الدول الأخرى دول الكبرى هل شي جودة ولا السعر ولا الاتنين؟ كله كله لأنه أنا عندي استراتيجي في دول عندها استراتيجي جودة وفي دول عندها استراتيجي سعر الصين معروف نتفكر في السعر الدول زي ألمانيا من الطوب فايف أو طوب فور في العالم هي واليابان يبصوا للجودة انا الاستراتيجي دي انا ممكن اقدر احددها لاحقا باستدعاء العقول والاكسب المتخصصين في المجال اللي خلوني يدلوني على السكة دي بس انا مشكلتي ان انا مش قادر اشوف بالعين الخارجية انا بشوف بمنظور لوكل يعني انا اللي بقيم نفسي كمان وانا اللي بقدر اعمل كواليتي اشورانس النفسي وانا اللي في الاخر بقول انا المنتج بتاعي كويس وانا يعني ممتاز من الناحية الصناعية لكن الحكم مش بكده حكم مش لي الحكم للدول الخارجية على معدل قياس المنتج بتاعي وجودته وسعره مقاننة بالاخرين احنا بينين ازاي برا وفقا لهذا المنظور لا احنا لما بينين نتكلم يعني عشان تبي اونس في يعني انا برضو يعني انا انا جاي من برا يعني او مش متواجدنا بشكل دائم لا انا بشوف ان احنا ما عندناش حاجة تبرزنا برغم عندنا ريسورس كتير جد عندنا امكانيات هيلة عندنا المانباور المصري ده في حد ذات ودقه بشرية غير عادية وغير مستغلة بكما يمنحك حتى الان ولكن لا الاجابة لا احنا مش متشاف حاجة يعني مفيش هايلايت كبير مفيش سيمينز ألمانيا مفيش فيليبس هولندا مفيش توشيب اليابان مفيش الحاجة الوهج لمنظومة تكنولوجية صناعية كبرى تخلينا نقول ان احنا منافسين ولكن ده لا يقلل عشان برضو اكون صريح وصادق يعني ان كل المجهودات اللي بتتعمل والصناعات اللي بتتعمل دي في حد ذاتها بتصب في التنمية الاقتصادية لان الاقتصاد مش بيعتمد على حاجة واحدة بيعتمد على حاجات كتيرة فكل لما تزداد الصناعات سواء صناعات منتجات او صناعات خدمية على فكرة سواء اذا كان بنوك اذا كان انشورانس اذا كان خلافه الكلام ده كله في حد ذاته بيصب في المصلحة ولكن انا بتكلم على الوهج لان احنا دولة ويلنج ان احنا نجبر عن كده ويلنج ان احنا نكون في بوزيشن مختلف عن اللي احنا فيه وعندنا من الموارد البشرية والطاقات العقول خليني كده استخدم اللفظ لسيد الرئيس لما يعني قابلته بشرفته قابلته قال اليميجريتد برينز يعني احنا محتاجين نرجع اليميجريتد برينز يجولنا عندنا تاني وهم دول وجهة نظر المتوضع ان احنا ازاي نطور طب انت في اجازة شخصية ولا بتحاول تحقق جزء من انت بتقوله في لقاءاتك في مصر مع مسؤولين او مع علماء او مع علماء الزيارة الحالية هي زيارة عائلية ولكن المحاولة حدرك زكريتا دي انا حاولت فيها قبل كده في 2013 و2014 كانت محاولة لنقل التكنولوجيا وليس تجميع للاجهزة الكابيتل ايكوبمنت اللي من ضمنها رانيني المغناطيسي والاشعة المقطعية اللي احنا بنسميها في طب الكابيتل ايكوبمنت اللي هي الاجهزة الاغلى في العالم حاولنا ان احنا نعمل مصنع هنا للشركة الصينية اللي كنت مسؤول عنها والادارة التنفيذية هناك كانت موافقة وجات هنا وقابلنا مسؤولين كان من ضمنهم سيد مونير فخر عبد النور وزير الصناعة كان وقتها موجود وكان مهندس ابراهيم محلب كان رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء المعنيين برضو كانوا موجودين وبيعملونا دعم كبير جدا ولكن استضمنا ببعض المعارقلات اللي خلتنا خلت الطرف الصيني يبتد يتراجع شيئا فشيئا والموضوع يعني ارجئة الى وقت لاحق حتى الان لم يتم فدي كانت فرصة هيلة من دمن الفرص اللي من وجهة نظر المتواضعة انها ممكن تتعمل لا زال قائم سواء من الشركة دي او غيرها اخصي سواء دي او غيرها بالتأكيد دي وجهة نظري يعني انا وجهة نظري ان احنا ليه ما نعملش حاجة زي كده انا عايز دورك قبل وجهة مصرك انا دوري حاولت اعمل بي قبل كده ووصلنا مراحل متقدمة جدا حتى كان فيه طرف مصري مستثمر معنا واسم برضو من الاسماء اللي هي قيمة والخلل مجاش من السادة حتى الوزراء بالعكس كانوا مدعملنا جدا يعني والحكومة كانت مدعملنا جدا ولكن الفكر الفكر يا دكتور دياء هو الفكر بتاع المسؤولين ان احنا ازاي نجيب تكنولوجي من برة ونيجي نتعامل معهم بفكر هاي تيك انا بكلم على هاي تيك وليس صناعة سيارات وليس صناعة اخرى اصغر وبنق للتكنولوجي يعني في خلال عشر سنين كنت حتى مرتب مع كلية هندسة جامعة القاهرة انه ممكن نجيب طلبة يبهم دول عماد الصناعة التكنولوجية بتاعتنا في خلال عشرين سنة القادم فده كان دور اللي قمت بيه ده اجابة على سؤال حضرتك ارجو انك تستكمله يعني لا تكتفي من المحاولة باجر الاجتهاد احنا عايزين اجرين اجتهاد النجاح ومعنى كده انا بيوجه ان ده اهو وحدك معنا في الاستوديو انه لكل المسؤولين المصريين انه يعني خبرة الدكتور محمد الجابري وما يقدمه يبقى موضع درس بالعكس انا اكون سعيد واتشرف طبعا انا اكمل المسيرة دي بس محتاجة دعم محتاجة دعم وارادة لان احنا بتكلم على حاجة فيها نقل تكنولوجيا دكتور دياء وليس ان انا حصنع او حجمع يعني الفكر كان ايه فكر التجميع ان احنا في السيارات بنجمع ففيه منتج محلي ومنتج مستورد والقانون بيحكم لكن اما اتعامل مع الجسم البشري انا ما عنديش اخد اقدر اخد اوتسورسينج هنا من مصانع مصرية بحاجة تتعامل مع الجسم البشري على المستوى الاجهزة دي فكان لازم افيه تفهم لازم افيه تعديل في المصاري القانوني وال يعني الاجرائي الخاص بيهم فده طبعا خلى المستثمر او اللي بيفكر ان هو يطور معنا يعني يتراجع مؤقتا انا وعد من دكتور محمد الجابري بان يواصل هذه المحاولة التزام مننا كلنا كل من يستطيع حيدعم هذه المحاولة وزي ما زكرت في المقدمات النهاردة كان فيه معرض مهم لتوطين التكنولوجيا بهذا الشكل وفيه يعني ابداعات مصرية في موضوع نقل الغاز بكل اشكال وعادة يعني استخدامه وبالتالي في مجال الطب بتايقلي احنا يعني هذا الوباء النقمة محتاجين ممكن نخليه نعمة ببعض هذه الفكار طبعا طبعا لأ انا اوعد حضرتك طيب بناء على طلبك وانا فعلا ويلنج ان انا اعمل حاجة زي كده واهلا وسهلا يعني نبدأ طريق ما اي حد عنده الاستعداد ويلنج انه يسابورت ان شاء الله ان شاء الله يعني للأسف فقرنا انتهت سريعا شكرا شكرا جزيلا اتشرفت بلقائك السيد دكتور محمد الجابري المدير التنفيذي لأحدى الشركات الرعاية الصحية والطبوية في كندا شكرا جزيلا اتشرفت بلقائك المشاهدين الكرام نخرج الى فاصل قصير نعوده بعده ولكي نستأنف برنامجنا بفقراتنا الثانية اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى نعود الى فقراتنا الثانية في هذه الحلقة وسنتحدث عن هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه مرات عديدة ولا يتوقف وسائل اعلام في مصر وفي اه عديد من الدول العربية على الحديث عنه وهو موضوع سد النحط اه كان لدينا بالامس اجتماع وكان لدينا اليوم بيان مصري حول هذا الاجتماع من وزارة الخارجية ولدينا اليوم ايضا ازيارة مهمة للسيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات الاعمة المصرية الى السودان موفدا من الرئيس عبدالفتاح السيسي اه تحركات كسيفة تجري حول هذا الملف كلما اقتربنا ابتعدنا هل هذه المرة اقتربنا فنقترب ام ان الامر مرشح لدائرة اخرى من المناورات وهذا هو التعبير الادق الاسيوبية للتأجيل حتى من الثاني للسد في شهر يوليو القادم ما الذي يجري في هذه المفاوضات ما الذي ينتظرنا منها هذا هو موضوع حلاقاتنا الليلة ويسعدنا ان يكون معنا ضيفاني كريماني نرحب بهم نرحب بالاستاذ الدكتور سيد فيليف العميد كلية الدراسات الافريقية الاسبق وعضو مجلس النواب اهلا بك دكتور سيد وايضا نرحب باستاذ الدكتور محمد سلمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسي اهلا بك دكتور سيد يعني الحقيقة يكاد المحاور ويكاد المشاهد ان يصيبه الملل والزهق وعدم الفهم هذه الفقرة الاخيرة اللي بدأت امس باجتماعات ثم توقف السيدان ثم اعلانات مصر نحن ماذا يجري بالضبط في هذا التطور الاخير جوهره يعني جوهر ما يجري هو نوع من استهلاك الوقت حتى يتم المنشأ المسمى بسد النهضة وتنتهي اثيوبيا من كافة الاشغال المتعلقة به ليؤدي الغرض الاساسي الذي انشأ له وهو بدون شك ليس متعلقا بالمصالح المصرية ولا المصالح السودانية انما هو سد ضرار واقوله بوضوح انه منذ فترة طويلة كانت مصر تتابع الدراسات المعنية بالسدود على النيل الازرق ويعني تحديدا من سنة 1964 وكانت الحكومات الاثيوبية يعني تهدد بانشاء هذا السد ونظيريني أو سلاسة ولكن في السنوات التي عقبت 25 يناير انتهزت الفرصة وشرعت في بناء السد الذي تفكر فيه الآن يعني يعتبر عبر 60 سنة يعني من سنة 1964 إلى الآن نقترب من 60 عام السد كما صرح اكثر من مسؤول من بينهم وزير خارجية وعندما يتحدث وزير خارجية فنحن بصدد مسؤول كبير في الحكومة الاثيوبية الثابقة وتكرر نفس الوضع مع وزير الموارد المائية والري الحالي وهو الاعلان عن ان النيل الازرق اصبح الآن بحيرة اثيوبية بالتالي تنتفي عنه صفة انه نهر دولي معنى هذا ان مصر والسودان لن تنال من مياه النيل شيئا التصريح الاخير الذي ادل به وزير الخارجية الاثيوبي امس ان اثيوبيا لن توقع على اي اتفاق يكون من شأنه تقليص حقوقها في استخدام مياه النيل على النحو الذي تراه على النحو الذي تراه يعني ليس على النحو الذي يتفق مع القانون الدولي ليس على النحو الذي يرضي طرفين المتشاطئين السودان ومصر تستخدم المياه او لا تستخدم المياه هذا شأن داخلي معنى انه شأن داخلي اننا انتقلنا من وضع نهر دولي الى بحيرة داخلية باختصار هذا نفي للمصالح وحقوق مصر المائي الاسلوب الذي ظهر في الاجتماعات الاخيرة يؤكد ان شيئا لم يتغير من طريقة ادارة اثيوبيا للملف كان البعض يتوقع انه بعد الكارثة الداخلية والانتهاكات في حقوق الانسان التي حدثت في الاقليم الشمالي اقليم تجري او في منطقة بني شنجول حيث يجري بناء السد على ارض سودانية كل هذا كان من المتوقع من البعض انه سوف يغير النهج الاسيوبي شيئا ما ومن الواضح ان شيئا لم يتغير طول محمد يعني بعض كان يتوقع انه الموحسات اللي بدأت امس ان تبدأ طريقا جديدا ولكن انهارت قبل ان تبدأ خرج السودان واكملت مصر مر عام تقريبا او شكل العام ان يكتمل على رئاسة جنوب افريقيا اتحاد افريقيا او شكل ان تخرج نحن يعني من رئاسة الاتحاد وكل الوساطات لم توصل الى شيء كل ما هو لدينا الان انه هناك اجتماعات مزمع عقدها بدءا من يوم عشرة الوزراء الخارجية ووزراء الريد هذا المشهد هل بيؤكد ما يقوله دكتور سيد نحن اذا مناورات متولية ام اننا يعني قد نحصن الظن هذه المرة وانا اعتقد اننا اذا تطور واقعي او فعلي نعم يعني اشكر حيث جدا على التوصيف الواقع وطبعا اتفق تماما مع كل ما قاله سعادة الاستاذ دكتور سيد فيريفل يعني في الحقيقة ما يحدث هو نوع من انواع يعني اضاعة ممنهجة للوقت او كسب ممنهج للوقت وهي خطة اثيوبية موضوعة يسيرون عليها طيلة الفترة السابقة وفي الحقيقة يعني حاولت حاولت ان احصي عدد المرات التي تم الاعلان فيها عن فشل المفاوضات منذ المرة الاولى عام 2014 فلم افلح بالضبط في عدد المرات يعني تم الاعلان من المؤسسات او المؤسسات الرسمية المصرية سواء وزارة الموارد المائية والري او وزارة الخارجية عن فشل المفاوضات على صعيد المسار الفني مرات عديدة وكل هذه المرات بسبب المنهج او النهج الاثيوبي الذي يتمادى في عدم الاكتراف بالمصالح المائية او حتى غير المائية المصرية وكذا السودانية العدم يعني المبالغة الاثيوبية في اعتبار النهر كما ذكر دكتور سيد فليفل نهر محلي وهم في الحقيقة يدشنون الان لفظ او نهر عابر الحدود وهو نهر مصطلح في غاية الخبث السياسي ولا يكاد يتفق مع هذا المصطلح الا الاتراك والاثيوبيين اصبح الان هناك بعض الوثائق التي تصدر من مجلس الوزراء الاثيوبي تتحدث عن النيل الازرق باعتباره يطلقون علي اللفظ النهر المحلي كما يسمونه في لغتهم يعني اباي ريفر وبالتالي هم يعتبرونه ويتعاملون معه لانه نهر محلي خالص وبالتالي لهم سيادة مطلقة في جزء النهر الواقع في اراضيهم كل الشواهد سواء السياسية او البيئية او الاقتصادية التي اكدتها التقرير الفني الذي صدر في المرة الاولى مايو 2013 والذي كان شاهدا عليه اربعة من الخبراء الدوليين امريكي وفرنسي والماني وجنوب افريقي كلها تؤكد ان هذا الجسم هذا البناء الهندسي ليس لغرض التنمية كما يقولون ولا لغرض توليد الطاقة الكهرومائية وانما الغرض منه هو الهيمنة والسيطرة هو جسم الغرض منه السياسي واستراتيجي في المقام الاول وبالتالي كل ما يحدث الان هو نوع من انواع المنهاجية الاثيوبية لكسب مزيد من الوقت حتى يستطيعون ان يحققوا واقعا جديدا على الارض يكون محلا للتفاوض وبالمناسبة هناك تماهي كبير تشابه وتماهي كبير بين المنهج الاثيوبي في هذا الاطار وكذا المنهج الاسرائيلي نجد ان اسرائيل اعتادت دوما على ان تخلق واقعا جديدا يكون محلا للتفاوض اثيوبيا تريد ان تدخل في مرحلة المرحلة الثانية للمل حتى يكون ذلك تضع مصر والسودان امام ارب مرواقع وبالتالي يكون محل تفاوض على الارض وهذه مسألة في غاية الخطورة في الحقيقة سأعود لهذه المرحلة لكن دكتور سيد دعني اسألك يعني في ضوء ما اذكرت وحضرتك وذكره الدكتور محمد سلمان طيحة الاستراتيجية اسيوبيا يعني لوحظ خلال الفترة الاخيرة وانه حضرتك اشرتي لهذه المشاكل الداخلية في اسيوبيا في قليم تيجراي والاشتباكات شبه الارقية وحتى الارقية ثم بعد ذلك الصدام مع السودان هل هذه المصادفات ام ان هذا جزء من استراتيجية من ناحية تضيير الوقت في المفاوضات ومن ناحية ثانية خلق حالة من حالات الازمة شبهة العسكرية او العسكرية بحيث ان هذا البعض قد يراه تيثيرا لكنه قد يكون قيدا على ايه التحركات ماذا ترى في هذه المصادفات اذا كانت مصادفات الحقيقة انه ما يجري الان في اسيوبيا هو تتم لما كان قد بدأه ميل الزناوي ورغم انه ابي احمد يفترض انه نقيض ميل الزناوي وانه يعبر عن الثورة التي قامت ضد النظام الذي اقامه الا ان النهجة واحد يعني المصلحة هي مصلحة للطغمة الحاكمة في ايثيوبيا وهي اقلية من القوميتي الامهرة والتجري تسيطر على القوات المسلحة وعلى الامن الداخلي وعلى الاقتصاد وعلى مقدرات الدولة وكل شيء وهي تتبع نهجا يعني معلوما هو النهج الذي نفذته تركيا فيما تعلق بدجلا والفرات وأضر بكل من سوريا والعراق اثيوبيا فعلت هذا الانهار التي ترفض جيبوتي والصومال وكينيا جرى بناء سدود عليها كنوع من التجريب للدخول على النهر الكبير يبقى اذا كل ما مضى هو فرض تحويل الانهار الاثيوبية الدولية الى انهار داخلية واستخدامها استخداما سياسيا بمعنى انه اذا رضيت الحكومة عن الرئيس الصومالي اطلقت الماء في نهري جوبا وشابلي فوصلت المياه واستقر وضع الحكم اذا غاضبت على الرئيس كما حصل مع الشيخ شريف شيخ احمد تطلق المياه في غير موسم الفيضان ولا الامطار فتكون النتيجة الغرق ومن بعده نوبات من الامراض والاوبئة كما حدث في فيضان السودان وبالتالي تجري عملية تدمير لبنية الاسسية للدول فهذا النهج نفذ اذا اتلت دول ليس من الحكمة ان انتظر حتى اكون الدولة الرابعة الان القضية واضحة علينا ان نبحث في الوسائل التي يجب اتخاذها ليس لصون الامن القومي كما يقول البعض انما لصون وجود الشعب المصري والدولة المصرية هعود بقى لهذه البدائل بعد الفاصل قصير لكن بقى دكتور محمد سلمان بنفس السؤال هل من المستفيد من هذا الصدام على السودان هل اسيوبيا لها مكاسب على الاقل داخلية لتجميع الرأي العام ام ان اسيوبيا تخسر حتى على هذا الصعيد اذا استطاعت خليني يعني معلش احلل المسألة بمنطق الخبث السياسي نعم وسوء النية السياسية اذا استطاعت والخبث السياسي يجب ان يكون حاضرا في كل تحليل سياسي صحيح وإلا يعني بالهرج صحيح اذا استطاعت اثيوبيا ان تدير هذه الازمات ادارة حكيمة وادارة خليني اقول بلاش حكيمة منضبطة واستطاعت ان تدير سواء الخلافات الداخلية التي تحدث في الداخل الاثيوبيا وهي خلافات تاريخية وصراعات اثنية تاريخية واذا استطاعت ان تدير الخلافات الحدودية التي حدثت مؤخرا والمناوشات في شرق السودان مع غرب اثيوبيا اذا استطاعت ان تدير هذه المسألة وتحافظ على وطيرة معينة استطيع ان اقول انها يمكن ان تحقق مصالح الدولة الاثيوبيا كيف ذلك في انها يمكن ان واحد تؤدي الى ما يمكن تسميته يعني 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 تؤدي الى بالزبط كده فبركة ازمة وبالتالي تحويل الرأي العام الى ازمة معينة وبالتالي مزيد خلق مزيد من الاستفاف حول قضية معينة وبالتالي كما انها استطاعت ان تحشد تعبئة وشرعية وحشد خلف قضية سد النهضة كذلك يمكن ان تحشد استفافا جماهريا وتعبويا خلف هذه القضايا فضلا عن انها يمكن ان تؤدي الى تحويل الرأي العام عن قضية معينة وتمرير سياسات معينة قرارات معينة وبالتالي انا ارى ان هذه الخلافات سواء الداخلية او الخلافات الاثيوبية السودانية التي لم تتصاعد ووقفت عند حد معين ولم يتم تصعدها في رأي الشخصي انها ان اديرت بطريقة معينة وبحرفية سياسية ربما اثيوبيا بمفردها لا تمتلك هذه الحرفية لكن قطعا حلفائها سواء المرئيين او غير المرئيين ولكنهم مرصودين يستطيعوا ان يعاونوا اثيوبيا في ادارة هذه الخلافات بهذه الكيفية يمكن ان تحقق للأسف مصالح اثيوبيا وفي غير الصالح المصري والسودانية اذا انت اقرب الى انها مصطنعة نعم سنخرج الى فاصل قصير مشاهدين الكرام فنخرج الى فاصل قصير نعودوا لكي نستعني في حوارنا مع ضيفينا الكريمة اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى نواصل حوارنا مع ضيفينا الكريمين تور سيد فليفل يعني نحن الان في مرحلة تبدو حرجة للغاية بالنسبة لدولتين مصر والسودان نعم السودان جرب الغرق في الفيضان السابق البعض يتحدث عن سد النهضة اذا ما امتلأ مرة اخرى الملء التالي ستحاول الى قنبلة شبه نووية اللي تكون نووية تهدد السودان مباشرة نعم اه لو انك صانع قرار وفي ظل كل التطورات التي مرت بنا ما هي مجموعة الحزم من الاختيارات امامك يعني صانع قرار مصري وسانع وسأترك دكتور محمد سلماني صانع قرار السودان صانع قرار مصري ماذا لديه من اختيارات اليوم طبعا احنا يعني في مصر ادينا اداء يتسم بالحجمة والصبر الطويل و يعني اشراكنا المجتمع الدولي اشراكنا الاتحاد الافريقي اشراكنا الولايات المتحدة والبنك الدولي و يعني لجأنا الى استخدام لجنة خبراء دولية انتهت الى تقرير وصف السد بأنه مبنى كبير دون عائد كبير يعني مبنى كبير بعائد اقتصادي صغير وحددت أضرارا نتيجة عنه اقتصادية وبيئية وطلبت بأن يكون للسد تصميم واضح هذا أول سد في العالم وقد يكون الأخير الذي يبنى دون تصميم دون تصميم وجرى التصميم والتنفيذ في أثناء العمل في التمهيد الأرض وهذا طبعا غير مثلا السد العالي الذي بدأ فكراته مهندس يوناني وعملت فيه أجهزة الرئي الأمريكية ودعمته ثم الإنجليزية فالسوفيتية إضافة إلى المصرية نعم 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 والمسائل التمويل في العالم لن يترك لنا قطرة ماء تمر إذن ماذا نفعل؟ إذن الآن لابد من الذهاب إلى كل جهة دولية لشكوى إليها وفي آخر الأمر أنا أقول أن كل هذا لن يؤتي نفعا النفع الوحيد هو في فرض المصلحة المصرية على من يفرض علينا العطش وبالتالي هذا قرار مفتوح نعم بوسائل مفتوحة نعم القرار السياسي للإدارة العليا هل من توقيت تخترحه للجوء لهذا الاخير؟ أنا أعتقد أن الفرصة الأخيرة لرئيس الاتحاد الإفريقي الجديد يعني في الشهر القادم وهو الكونغو من الممكن أن يكون له موقف مختلف عن موقف جنوب إفريقيا وإذا بان من أول اجتماع مع الكونغو أن الأمور لن تمضي في الاتجاه الصحيح فنحن في حل من تفاوض يعطي لهم شرعية ويمنع عنا الحياة طب طول محمد السودان ماذا لديه من وسائل وقد اشتبك عسكرية وحرر عرضا كانت محتل الوطن ماذا لدى السودان الآن بالتنسيق مع مصر طبعا؟ نعم بالضبط كل الأمور بالتنسيق مع مصر في الحقيقة السودان يعني التطور اللي عمله مؤخرا انسحابه بالأمس واليوم أكبر يعني أو جعل هذا الانسحاب ذريعا لتوقف المفاوضات أعتقد أنه تطور مهم من الجانب السوداني بمعنى أنه يعني ما الذي يجبرنا على أن نبدأ مفاوضات جديدة دون أن يكون هناك التزام من جانب إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم إذن السودان بدأ يتحرك تحرك غير تقليدي أنا أرى أنه لا بد من يعني إذا كنت في أهمس في أذن صانع ومتخذ القرار السوداني ومن ورائه المصري طلبت مني أن أتقمص شخصية صانع ومتخذ القرار السوداني وقم واحد مزيد من الاعتماد الآن على الاتحاد الأفريقي لاستنفاذ كل الحلول الأفريقية التي يقال أنه يجب أن يكون هناك حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية خليني أستنفذ كل هذه الحلول الأفريقية اتنين الوقوف بشكل واضح وكامل مع الدولة المصرية زي ما حاجة تفضلت وقلت تنسيق مع مصر بحيث يكون هناك نفس واحد وتصبح المعادلة واضحة اتنين زائد واحد لأن المعادلة اختلت لفترة كبيرة كانت إثيوبيا والسودان ضد مصر لكن بعد ما حصل التطورات التي حدثت في الداخل السوداني وابتعاد البشير عن المشهد عادت السودان مرة أخرى إلى الحضن المصري على السودان أيضا أن يفهم الواقع السياسي جيدا سواء الواقع السياسي المحلي في السودان المحلي في إثيوبيا وكذا الواقع السياسي الإقليمي وعليه أن يقوم بالتنسيق مع مصر بعمل نوع من ما يسمى containment policy سياسة التطويق سياسة الحصار للدولة الإثيوبية عليه أن يقوم بالتنسيق مع مصر بخلق رأي عام إقليمي وعالمي يضغط على إثيوبيا وفي نفس الوقت يسوق ويروج للمشاغل والشواغل السودانية والمصرية التي تكاد تكون تتمهى في هذا الإطار والتي توضح كيف أن إثيوبيا هي الدولة المتعدية إلى غير ذلك الاستمرار في بناء مزيد من التحالفات المضادة للتحالفات التي يبنيها إثيوبية تحالفات سياسية بطبيعة الحال ومن وراء هذه التحالفات بطبيعة الحال تحالفات عسكرية حتى يكون هناك نوع من الاستقوى السياسي أثناء التفاوض الاستمرار في التصعيد لأنه في الحقيقة نهج المفاوضات بهذه المسألة لا أقول تصعيد عسكري ولكن تصعيد سياسي بكل ما في الكلمة من معنى وبالتالي استمرار نهج التفاوض بهذه الكيفية بدأ واضحا بدأ أقول يبدو الآن لا بدأ واضحا منذ فترة طويلة أنه غير ملائم وغير مجدي وبالتالي لابد من مزيد من الاعتماد على فكرة الطرف الثالث أو الوسيط أو الموفق الذي يقوم بالتوفيق مهمة التوفيق وهنا لابد من التفكير في أطراف أخرى غير الأطراف الإفريقية حتى تكون أكثر نفعا في هذا الإطار بالأسف انتهى وقت هذه الحلقة وهذه الفقرة ولازال الموضوع مفتوحا بالتأكيد سنعود إليه مرة أخرى مع حضراتكم وع ضيوف آخرين لكن في نهاية الحلقة أشكركم أشكرا جزيلا أستاذ الدكتور محمد سلمان طايع وكيل كلية الانتصالة المسياسية جماعة القرار أشكر لك شكرا أستاذنا أستاذ الدكتور السياد في ليفل شكرا عميد السابق لكلية الدراسات الإفريقية عضو مجرس النواب شكرا على تشريفك أما أنتم مشاهدين الكرام فالشكر كل الشكر لكم تعت حلقتنا الليلة انتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر